السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي أمس أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم وبشكل رسمي عبر صفحته الرسمية أن منتخب سوريا الأول سيواجه منتخب طاجكستان الأول يوم الأربعاء بإذن الله إن شاء الله الموافق 1-6-2022 في دبي المباراة ودية ورسمية المباراة من ضمن أيام الفيفا يعني هي هتكون في فترة التوقف الدولي المقبلة الحقيقة أن التجهيز والاستعداد لتلك المباراة جاء متأخرا لكن العجيب في الأمر أن تلك المباراة ستتضمن مفاجآت قوية جدا جدا وستتضمن عودة لعبين اتحرمنا من وجودهم مع المنتخب السوري رغم تميزهم الواضح أيضا تلك المباراة هتشهد غيابات بالجملة ما بين لعبي المنتخب السوري سواء اللعبين الكبار زي عمر السومة وعمر خريبين وآخرين أو لعبين آخر أصغر سنا أيضا كنا محتاجينهم في تلك المباراة المباراة بإذن الله إن شاء الله هتكون تحت قيادة الكابتن غسان معتوق الكابتن غسان معتوق المدرب الحالي الوطني للمنتخب السوري والذي نقدره ونحترمه تحديدا وأنه صاحب الإنجاز الأفضل ما بين كل المدربين اللي تسلموا تدريب المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم أفضل أداء من الكابتن نبيل معلول أفضل أداء من الكابتن نظار محروس هو الوحيد اللي استطاع أن يحصل على أربع نقاط كاملة من أصل ست نقاط محدش عمل كده غيره بكل أسف لكن على الأغلب وبنسبة كبيرة تلك هي المباراة الأخيرة للكابتن غسان معتوق لن يكمل الكابتن غسان معتوق في حدود فهمي وفي حدود تحليلي للأمر المباراة المقبلة مباراة سوريا وطاجكستان مباراة مع منتخب طاجكستان منتخب متواضع مش هنقول أنه كويس أو يعني أقل كعبا من المنتخب السوري هو في المركز الـ 22 عالميا والـ 114 عالميا 22 أسيويا أما المنتخب السوري الأول للرجال في المركز الـ 12 أسيويا والمركز الـ 88 عالميا هناك فارق في المستوى طبعا ده هيخلي الاستفادة من تلك المباراة من حيث الجانب الفني وحتى الترتيب بالنسبة للفيفا قليل ولكن مباراة ودي أكيد برضو أنتوا عرفتوا أن احتمال كبير جدا جدا نلعب مباراة تانية في الإمارات مع منتخب السنغال منتخب السنغال المنتخب المصنف الأول على قارة أفريقيا المنتخب اللي غلب منتخب مصر سواء في تصفيات كاس العالم أو أمم أفريقيا المباراة بإذن الله ان شاء الله هتشهد غيابات بالجملة بسبب الإصابة اللي عند بعض من اللعيبة بسبب أني بعض من اللعيبة توقفت عن التمرين في الفترة اللي فاتت وده لأن فترة التوقف الدولي أحيانا اللعيبة بيفكروا يقضوها مع أهلهم وأيضا هناك بعض من اللعبين الآخرين نحن نقدرهم ونحترمهم ولكنهم اعتذروا لأسباب شخصية إلا أن تلك المباراة ستشهد عودة نجوم متميزة حرمنا منها جدا جدا في الفترة اللي فاتت يا تارى مين أول تلك الأسماء أول تلك الأسماء وهو لعب متميز سنه مش كبير حوالي 24 سنة رحلته كلها كانت معه منتخب سوريا قصيرة بكل أسف كان الكابتن نبيل معلول بيستدعيه كده لعدد قليل من الساعات وبيلعب ربع ساعة ولا حاجة يعني الكابتن فجر إبراهيم كان بيستدعيه بس ما بيلعبوش اللاعب ده بيلعب فيه منطقة الوسط بيلعب خط وسط صنع ألعاب عند الوسط أحيانا كمان مدافع عند منطقة الوسط اللاعب ده مسرته كلها وحياته كلها في السويد بدأ مع نادي 2015 تحت سن 19 سنة والآن هو مع نادي تريل بورج وكان له مسيرة كبيرة جدا مع نادي أور برو اس كي في الدوري السويدي سنه 24 سنة يحمل الجنسيتين السورية والسويدية أنا بتكلم معاكم عن سيمون أمين سيمون أمين هذا اللاعب المتميز جدا واللي للأسف زي ما قلتلكم كان دايما بيتم استدعاءه كده منظر يعني على اعتبار ان احنا قدينا استدعينا حد محترف لكن ساعة الجد ما بيلعبش لعب ربع ساعة من الشوت الأول مع الكابتن نبيل معلول في مباراة الدية وعاد مصابا لأهلي مصابا في القدم وأهله زعله يعني أنا بدلكم يمكن تفاصيل في الكواليس محدش ليه علاقة بيها أو يعرفها ولكن هي دي الحقيقة أهله زعله جدا لإني يعني كل الرحلة دي سفر من السويد للإمارات عشان نلعب مباراة الدية ونلعب فيها ربع ساعة وكمان أعود مصاب مرة أخرى الأمر طبعا يعني كان لا يليق بلاعب عنده 24 سنة يعني وفي النهاية طبعا إحنا الخاسرين للأسف اللاعب التاني واللي برضو هنتكلم عنه النهاردة واللي عاد بقوة والذي كسب قلوب الجماهير السورية كلهم هو برضو سنه حوالي 24 سنة 23 سنة وكم شهر اللاعب ده بيحمل الجنسيتين السورية واليونانية قيمة السوقية الآن حوالي 600 ألف يورو ويمكن هو سابت على تلك القيمة رغم الإصابة التي تعرض ليها مع المنتخب السوري في مباراة كوريا الجنوبية مباراة العودة اللاعب ده أي نعم وقصير القامة ولكنه رهيب وفظيع اللاعب ده طوله متر 75 سنة يحمل الجنسيتين زي ما قلت لكم السورية واليونانية الآن يلعب مع نادي أو إف آي كريت اليوناني أنا بتكلم معاكم بكل تأكيد وانتعرفته عن عبد الرحمن ويس اللاعب اللي من أول دقيقة مثل فيها المنتخب السوري استطاع أنه يكسب قلوب الجميع وهنا الفارق ما بين معترامي لكل اللاعبين اللاعب اللي ممكن يكون وطني وممكن يكون عايش في سوريا وبيلعب مع المنتخب ولكن بيلعب من غير نفس واللاعب اللي جاي من اليونان من أتينا عشان يلعب مع منتخب بلاده شوت والشوت يجر شوت والشوت يجر شوت لحد ما يلعب أفضل مباراة من وجهة نظري في كوريا الجنوبية وصون ينادم على اللاعب ويسلم عليه ويصافحه لإنه تعبه من ناحية الدفاع أكيد أنا عمري ما هنسى كل الحاجات اللي كان بيعملها عبد الرحمن ويس والسرعة ما شاء الله لقوة إلا بالله والسبرينس اللي كان بيعملها في المباراة والفرص اللي كان بيصنعها من الدفاع للهجوم بنفسه عبد الرحمن ويس هيكون حاضر بإذن الله إن شاء الله في مباراة طاجكستان المقبلة بإذن الله وده خبر بالنسبة لي سعيد جدا تعالوا نتكلم عن ثلاث لعيبة للأسف مش هنشوفه هم اعتذروا بشكل رسمي إمبارح والاعتذار هيتم الإعلان عنه النهاردة اللاعب الأول ويمكن تعرض لعقوبة في فترة طويلة اللاعب لاعب كتير مع المنتخب السوري وتسبب في أن يكون فيه لمسة طيبة للمنتخب السوري لمسة كده أوروبية اللاعب حياته كلها كانت ما بين هولندا وألمانيا الآن قيمته السوقية 800 ألف يورو اللاعب يحمل الجنسيتين السورية والألمانية اللاعب ده بيلعب الآن في الدوري تقريبا والله أعلى مليوناني أعتقد وهذا اللاعب هو أياز عثمان أياز عثمان الذي تم إصدار عقوبة بحقه ظالمة أيام الكابتن تيتا فاليريو ولكن تم إزالة تلك العقوبة وإزالة عالد كبير من العقوبات وبالتالي أياز عثمان مع المنتخب السوري ولكن بكل أسف هو اعتذر عن مباراة تاجكستان المقبلة لأسباب خاصة به أسباب شخصية اللاعب رقم اتنين واللي للأسف هنتحرم منه رغم أن تم توجيه دعوة رسمية له في الأيام المقبلة ولكن بسبب ضيق الوقت وبسبب أن اللاعب عايش حياته كلها في السويد وبسبب أن اللقاء سوريا وتاجكستان تم تثبيته في وقت قليل أو في وقت متأخر وبالتالي هذا اللاعب اعتذر اسمحوا لي ألبس النضارة عشان أقول لكم مين هو هذا اللاعب قيمته السوقية الآن 500 ألف يورو طوله متر 75 سانتي سنه 27 سنة أنا بتكلم معاكم على اللاعب آيف كي جوتنبرج اللاعب حسام عايش حسام عايش الذي حصل على هو سرجون إبراهام على كأس السويد 2020 حسام عايش الذي يلعب في المركز اليمين سواء عند نقطة الوسط أو الجناح اليمين وأحياناً بيلعب كمان راس حربة وسجل أهداف رائعة مع نادي آيف كي جوتنبرج في الدوري السويدي للأسف يعني هنكسب إن إحنا حسام عايش هيتم ذكر اسمه في القائمة ولكن بشكل رسمي حسام عايش اعتذر على المباراة سوريا وتاجكستان بسبب ضيق الوقت وبسبب التجهيز الضعيف لتلك المباراة وهو بسبب إن هو مش جاهز بشكل كامل لتلك المباراة لإن إحنا بنتكلم على التوقف الدولي آخر لاعب تم توجيه دعوة رسمية له أمس ولكن بكل أسف برضو هو اعتذر واعتذر بشكل واضح لإن هو مش جاهز بدنياً اللاعب ده سنه 29 سنة أو 28 سنة برضو طوله متر 75 سنتي مش عارف إيه السبب يعني يعني برضو نفس الطول يعني قيمته السوقية الآن 200 ألف يورو ودي قيمة أقل بكتير من إمكانياته كان بيلعب من قبل مع نادية الاتحاد وله مسيرة احترافية طويلة جداً جداً بدأت في كندا وانتهت الآن في الدوري القطري مع أحد أندية الدوري القطري في أورجة الثانية بكل أسف أنا بتكلم معاكم عن ملهم بابولي وبشكل رسمي ملهم بابولي اعتذر عن مباراة سوريا وطاجكستان طبعاً النهاردة بإذن الله تصدر القائمة النهائية كتير من الناس بتتوقع أن في أسماقها تعتذر وده أمر منطقي تحديداً وإني مثلاً عمر السومة مش هيشارك عمر خريبين مش هيشارك محمود المواسوة بالرغم من انتهاء الدوري على العراقي أنا شايف أنه ممكن يشارك ولكن على الأغلب هو هيفضل أنه ياخد الأمر ده للراحة بقية اللعبة الكبيرة زي عمر ميداني زي إبراهيم علمة مش هنشوفهم أتوقع مع استمرار الكابتن غسان معتوق إن إحنا نشوف حارس مار ما هو الكابتن خالد الحاج عثمان أو أحمد مدني أما إبراهيم علمة وبالرغم من تميزه في بطولة كأس الاتحاد الأسياوي مع نادي جبلة إلا أنه شايف أنه هو مش هيلعب مع المنتخب السوري وشايف كمان بالمناسبة أن مباراة طاجكستان هتكون هي مباراة العبور بالنسبة للكابتن غسان معتوق إما أنه هو يثبت جدارة في تلك المباراة من أجل استمراره مع المنتخب السوري وإما أن تكون هي بالنسبة له المباراة الأخيرة وهو في نهاية وحر كده كده هو عقده بالمناسبة انتهى يعني المباراة دي ممكن يلعبها بدون عقد على أمل أن يكون فيه مدرب أجنبي أوروبي، برتغالي، إنجليزي، ألماني بالنسبة للمنتخب السوري الأول على أي حال كلنا مع المنتخب السوري ونتمنى بإذن الله إن شاء الله أن نحن نشوف أكبر كم من النجوم وأكبر كم من اللعيبة في مباراة سوريا وطاجكستان من أجل عودة الروح مرة أخرى ومن أجل أن الاتحاد السوري الجديد يعيد الجماهير السورية مرة أخرى لكرة القدم وأنا لي أصدقاء كتير جدا في كل دول العالم بيتابعوا المنتخب السوري كلهم اتفقوا على أن هم مزيجوا خلاص إحنا مش عايزين نشوف مرة تانية منتخب سوريا بعد ما تعرضنا للصدمات المستمرة صدمات في المباريات الودية صدمات في تصفيات كأس العالم يمكن النقطة المضيئة الوحيدة التي أحداثها المنتخب السوري في الفترة اللي فاتت هي مباراة تونس في بطولة كأس العرب مباراة استثنائية بالمناسبة وبخصوص مباراة تونس وهدف محمد عنز الرائع في تلك المباراة محمد عنز أيضا هيكون من الأسماء الموجودة بإذن الله تحديدا وأنه نزل قائمة منتخب سوريا اللي كان موجود فيها في بطولة كأس العرب إذن على الأغلب وبالنسبة كبيرة محمد عنز هيكون موجود النهاردة ليلا هتكون القائمة معلنة رسميا بعد ما تطلع بإذن الله إن شاء الله القائمة ويتم الإعلان عنها نعمل حلقة نفصل فيها أكتر وأكتر القائمة وانتظر أعرف رأيكم تحت التعليقات في المواهب التي عادت والمواهب التي كل أسف اعتذرت عن المشاركة في تلك المباراة قبلوا كل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله